في عالم الطيران عندما تكون النهاية أقرب من طريق العودة ماذا يحدث عند وفاة أحد المسافرين على متن الطائرة؟ وكيف لهوية شركات الطيران أن تساعد المحققين في العثور على الطائرات المنكوبة؟ وما الذي توصل إليه الخبراء للحد من حوادثها المميتة؟ أخطر مراحل الطيران تكمن عادة في أول ثلاث دقائق من الإقلاع وآخر ثمان دقائق قبل الهبوط كما أن لدى طاقم الطائرة تسعون ثانية فقط لإخلائها في الحالات الطارئة غالبا ما يطلب من المسافرين فتح ستائر النوافذ عند الإقلاع والهبوط ضمن الإجراءات الضرورية لسلامة الرحلة حيث يحرص الركاب في الغالب على متابعة ما يجري خارج الطائرة وعادة ما ينبهون أفراد الطاقم إذا ما حدث طارئ كي يعرف طاقم الرحلة هو الآخر بوقوع المشكلة وإيجاد الطريقة المناسبة لهبوط الطائرة وإخلاء ركابها في مدة لا تتجاوز الدقيقة ونصف الدقيقة في تحدي كبير للعاملين على متن الطائرات العملاقة والمعروفة بطاقتها الاستيعابية العالية دون التدافع أو التردد بالقفز منها على المزلقة المصممة لإيصال الركاب إلى الأرض بسلام أو الهبوط على سطح الماء والنزول على قارب النجاة الذي هو المزلقة أساساً والحبو عوضاً عن المشي كي لا يخل ذلك بتوازن القارب ومن ثم السقوط في الماء وبوقوع خسائر مادية وربما بشرية قد ترتفع معدلات البقاء على قيد الحياة ما بعد تحطم الطائرة للركاب الذين يجلسون في المقاعد الخلفية لبعدها عن مخازن الوقود في الأجنحة وعن نقطة الارتطام التي تكون عادة في مقدمة الطائرة ويعتقد بعض الخبراء أن نسبة النجاة من حوادث الطائرات ترتفع في حالة الجلوس في الصفوف الخمسة الأقرب إلى مخارج الطوارئ وعلى المقاعد المقابلة للممر الداخلي بعيداً عن النوافذ عندما تسير الأمور وعلى غير عادتها بموت شخص أو فقدان رحلة بأكملها حالات يخفيها البعض عن المسافرين وأخرى لا يملك المختصون حتى الإجابة عنها قد يجد المسافرون أنفسهم مضطرين لإكمال الرحلة برفقة جثمان شخص رحل عن الحياة قبل ساعات وربما دقائق قليلة فعند وفاة أحد المسافرين على متن رحلة جوية وتأكد لهم ذلك يقوم طاقم الرحلة بنقله بعيداً عن أعين الركاب حال توفر مقاعد أخرى أو وضعه في المقعد الخاص به إذا لم يكن هناك صف فارغ لوضع الجسد ويتم تغطية الجثمان بوشاح ولا تعلن ساعة وفاته إلا بعد الهبوط ومعاينة الجثة من قبل أطباء مختصين بينما ينتهي الأمر بالركاب جميعهم عند اختفاء الطائرة على الفور وقد يصعب العثور على رفاتهم أو حتى الوصول إلى حطام الطائرة المنكوبة لذا تلجأ بعض شركات الطيران وبحسب مختصين إلى طلاء طائراتها باللون الأبيض حتى يصبح العثور عليها أسهل من الناحية البصرية خاصة إذا كانت عمليات البحث تجري ليلاً أو وسط الغابات وفي عرض البحار والمحيطات كما يحمل اللون الأبيض مزايا أخرى تنجذب لها شركات النقل الجوي حيث يساعد في عدم ارتفاع درجة حرارة جسم الطائرة ويسهل التعرف على بقع الدهون المتسربة منها بالإضافة إلى مزايا تتعلق بالتكاليف الاقتصادية للطلاء باللون الأبيض لذا غالباً ما تكون قيمة إعادة بيع الطائرات البيضاء أعلى من تلك الداكنة إلا أن معظم الطائرات تشترك في ذات الأسباب التي أدت إلى تحطمها إذ يشير الخبراء إلى أن الخطأ البشري أحد أهم الأسباب التي تضع نهايات مأساوية للرحلات الجوية لهذا يتنامى الاهتمام بتقديم نظام سلامة للمسافرين عبر الطائرات بالعديد من الحلول التي يتبناها مختصون في هذا المجال إذ قدم مهندس الطيران الأوكراني فلاديمير تاتارينكو مشروع نظام كبسولة النجاة التي تهدف إلى إنقاذ الطاقم وركاب الطائرة في حالات الطوارئ وتدور فكرة نظام السلامة الذي حصل على براءة اختراع حول تثبيت كبسولة النجاة وبداخلها مقاعد الركاب داخل جسم الطائرة ويمكن أن تحدث عملية طرد مركزية للكبسولة من داخل جسم الطائرة من خلال فتحة خلفية في غضون ثانيتين إلى ثلاث ثوان في حالة حدوث عطل في المحركات أو حريق على متن الطائرة أو مشاكل تقنية قد تنجم عن سوء الأحوال الجوية وغيرها من المشاكل عدا أن الكبسولة لا يمكنها إنقاذ أرواح المسافرين في حال تعرضها لانفجار قنبلة داخلي أو لهجوم بصاروخ خارجي ويمكن أن تصل التكلفة التقريبية لكبسولة النجاة الواحدة إلى مليون دولار أمريكي ولم تبدي شركات الطيران إلا القليل من الاهتمام بهذا الاختراع الذي من شأنه أن يقلل من عدد المقاعد علاوة على زيادة استهلاك الوقود لتبقى صناعة الطائرات الراهنة كافية لأن تكون الوسيلة الأكثر أماناً بين وسائل النقل المختلفة ترجمة نانسي قنقر